اطلاق ميليشيا الحوثي صواريخها نحو العنق السعودي مثل تطورا خطيرا على مسار الصراع الاقليمي بين السعودية وإيران وهو تطور رفع من سقف التخوفات المرتبطة بتحول اليمن إلى ساحة حربا اقليمية وجعل منها سؤال اللحظة السؤال الذي أضحت إجابته مرهونة بنتائج التطورات الأخيرة المتسارعة محليا وإقليميا فالسعودية رفعت من سقف خطابها المعادي لإيران معتبرة الصواريخ الحوثية تهديدا إيرانيا عسكريا مباجرا في الوقت الذي اتهم الرئيس الإيراني الرياض بقصف اليمنيين مؤكدا رفض الاعتداء على الشعوب وهو ما أثار استغراب كثيرين كون تدخلات الإيرانية في اليمن أضحت واضحة ومعترفا بها حتى من طهران اتخذت السعودية عدة تدابير متسارعة منها إغلاق كافة المنافذ اليمنية وإعلان قائمة حوثية مطلوب القبض عليها وشن غارات عنيفة على مواقع عسكرية للانقلاب لكن التأييد الأمريكي السريع للإجراءات السعودية جعل محللين يرجحون وجود توجه أمريكي داعم للسعودية في مواجهة إيران في ظل تحذير مراقبين من خطورة تحول اليمن إلى ساحة حرب مفتوحة بين الرياض وطهران خصوصا في ظل الانتقادات الواسعة لطريقة أداء التحالف في اليمن والتي كان لها آثار سلبية مباشرة على اليمنيين أنفسهم وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليمنية عن رفضها التام لتحول اليمن إلى منصة عسكرية إيرانية هددت ميليشيا الحوثي باستهداف جميع المطارات والموانئ والمنافذ وقالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي متوعدة التحالف بقدرات عسكرية مختلفة يوجد إجماع دولي حول تهديد إيران للأمن الإقليمي والدولي لكن محللين يرون أن الطريقة إلى هزيمة إيران يبدأ من السعادة الشرعية في عدن قبل صنع شكرا